بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بحضراتكم مع كورس كيفية وقف الخسارة على قناة STC سالمون تريدينج شانيل مع الحلقة الرابعة من هذا الكورس تحت عنوان ما هي أهم القرارات التي يجب أن يتخذها المضارب في كل عملية قلنا في اللقاء السابق أن من المهم جدا عدم تحريك أمر وقف الخسارة إلا في اتجاه الأسعار وإلا فقد الغرض والهدف من وجوده في الأساس فمن المسموح به أن يتم تحريك الأمر أي أمر وقف الخسارة للتقليل من هذه الخسارة أو لحماية الأرباح المحققة وهو ما يعرف بسحب أمر وقف الخسارة مع الأسعار أي إلى أعلى إذا كان قد تم الشراء أو إلى أدنى إذا كان قد تم البيع فمثلا إذا كان سعر الشراء 50 دولار وأمر البيع لوقف الخسارة 45 دولار ثم تحرك السوق إلى أعلى فوق الستين فإنه يمكن في هذه الحالة تحريك أمر البيع إلى خمسين حيث تصبح العملية بلا أي مخاطرة في أسوأ الظروف إذا ما تراجع سعر السوق وهو ما يسمى ريسك الاستريد وعلى ذلك فإن كل عملية مضاربة أو استثمار تتطلب اتخاذ قرارين مهمين جدا الأول قرار الدخول في السوق والثاني قرار الخروج من السوق نقول ذلك لأننا نجد أن بعض المتعاملين بالأسواق يتركون للسوق نفسه اتخاذ قرار الخروج نيابة عنهم وذلك عن طريق سحب أمر وقف الخسارة وذلك بدلا من تحددهم لمقدار ربح معين أو نسبة عائد كهدف يرغبون تحقيقه أي كان يجب عليهم مبدئيا تحديد نسبة ربح معينة أو نسبة عائد معين يرغبون الوصول إليه وبناء عليه يضعون أوامر وقف الخسارة في هذه الحالة كل ما يفعله هؤلاء هو سحب أمر وقف الخسارة ما دام اتجاه السوق في صالحهم وأرباحهم تتزايد وده طبعا شيء خطأ جدا لأنه إذا ما تغير الحال فإن حركة الأسعار نفسها هي التي ستكون قد أخرجتهم من السوق بتصفيت المراكز عند استضام السعر بالأمر وهذه الطريقة في التعامل مع تقلبات الأسعار المستمرة أي طريقة اتخاذ قرار الدخول في الوقت المناسب والخروج في الوقت المناسب كفيلة بالاستفادة بأقصى درجة ممكنة من حركة الأسعار المتفقة مع المراكز المفتوحة والتي تتعدى في كثير من الأحيان أكثر التوقعات تفاؤلا وهي تفيد كثيرا في تعظيم الأرباح المحققة عندما يكون الاتجاه للأسعار قويا وذلك تفاديا للخروج بقرار قد تثبت الأيام أنه كان مبكرا نقول ذلك لأننا كثيرا ما نجد أن بعض المتعاملين في الأسواق ينفذون قرارات دخول السوق بطرق متشابهة فنراهم يضعون أمرا بالشراء مثلا فوق مستوى الأسعار الجاري بالسوق على أساس أن وصول الأسعار لهذا المستوى يرجح ارتفاع الأسعار مستقبلا وهذا هو ما يعرف بشراء القوة أو العكس تجدهم يقومون بوضع أمر بيع بمستوى سعري يقل عن سعر السوق الجاري على أساس أن هبوط الأسعار إلى هذا الحد يرجح تضهورها أكثر من ذلك وهو ما يعرف ببيع الضعف وفي كل الحالات يجب على المضارب أن يحدد مبدائيا متى يدخل السوق ومتى يخرج منه وأين يضع أمر وقف الخسارة وبذلك يملك هو نفسه زمام السوق وإلا فإن السوق سوف يخرجه سواء عاجلا أم آجلا أما عن فائدة وضع أمر وقف الخسارة مبكرا فهذا هو موضوع الحلقة القادمة إلا أن أوقاكم وكم قالوا استحليات مستر محمد السعيد السلاموني ترجمة نانسي قنقر